اشتركوا في القناة زكاة الفطر مقدارها صاعم من طعام قال ابو سعيد الحدري رضي الله عنه فيما راه البخاري عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعم من طعام وكان طعاما يومئذ التمر والزبيذ والشعير والعقد وكونها صاعم من طعام يشمل اي نوع كان من الاطعمة فإذا فرز والبر والتمر والزبيب والعقد كله يجوز اخراج الزكاة الفطر منه لأنه طعام نعم وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين ذكرا كان أم أنثى صغيرا كان أم كبيرا حرا أم عبدا وأما وقت إخراجها فإن لها وقتان وقت فضيلة ووقت جواز أما وقت الفضيلة فأن تؤدى صفاحة يوم العيد قبل الصلاة نعم وأما وقت الجواز فأن تؤدى قبل العيد بيومين أما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرم ولا يجزد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فإذا أخرجت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات إلا إذا كان الإنسان معذورا مثل أن ينسى إخراجها ولا يذكر إلا بعد الصلاة أو يكون معتمدا في إخراجها على من كان عادته أن يخرج عنه ثم يتبين له وبعد ذلك أنه لم يخرج فإنه يخرج ومثل أن يأتي خبر يوم عيدي مباغة قبل أن يتمكن من إخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة ففي حال العذر لا بأس من إخراجها بعد الصلاة وتكون في هذه الحال مقبولة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة من نام عن صلاة عنس فيها فليصل لها إذا ذكرها وإذا كان هذا في الصلاة وهي من أعظم الواجبات الموقّة ففيما سواها أولا نعم بالنسبة لتأخير الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد لو لم يجد من يدفعها إليه حتى انتهى وقت الصلاة وصله الناس فكيف العمل هو في هذه الحال معذور يعني مثل لو كان من عادته أن يعطيها شخصا معين من الفقراء نعم ثم إنه ذهب إليه صباح العيد ولم يجده فهذا يكون معذورا هذا من الأعذار نعم بقي الحكم في نقلها إلى بلد آخر أما نقلها إلى بلد آخر فإنه لا بأس به لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه فإذا كان مثلا من أهل الرياض وكان في وقت وجوب زكاة الفطر في مكة فإنه يخرجها في مكة ولكن إذا قدر أن من كان خارج بلده أحوج أو أنهم يتميزون عن من في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم فإنه لا حرج أن يخرجها إلى هؤلاء لأنه قد يعلق للمفضول ما يجعله أفضل نعم في هذه الحالة هل الوقت يبدأ من تسليمها إلى المحتاجين أو من وقت إخراجها من نفس الشخص المزكي يعني لو كنت مثلا أنا في الرياض ودفعتها إلى شخص في خارج مدينة الرياض ربما في منتصف شهر رمضان قلت له هذه زكاة الفطر وتدفعها لمستحقها في وقت الوجوب هل يصحهم يصحهم هذا يعني إذا أعطيتها إلى وكيلك في البلد الثاني نعم وقلت هذه زكاة الفطر وأخرجها في وقتها فلا حرج لأن المعتبر وصولها إلى الفقير وصولها إلى الفقير جزاكم الله خيرا